اشتركوا في القناة 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 اللي هو اما قانون او نظام عندنا مسودة قانون لكن وجدنا ان هذا قد يتأخر في وقت احنا احوج ما نكون اليه للدفع بسرعة في اقرار هذا الحيكل القانوني لهذه العملية الاصلاحية المهمة ايضا النظام يسمحنا او يعطينا مرونة لانه الدفع الالكتروني يشهد تطور وتغيير تكنولوجيا مستمر فحتى نقدر نغير ممكن نجي للنظام الدفع الدفع الالكتروني النظام الذي يقرره مجلس الوزراء وبالامكان تعديله اليوم والله الحمد بعد دراسة مستفيدة من قبل كل الجهات واخذنا حتى رأي القطاع الخاص تم اقرار هذا النظام الذي يمثل واحد من اهم الاصلاحات في القطاع المالي ايضا استثمر هذا المؤتمر لاضع الجميع باجاز عن زيارتنا الاخيرة الى هولندا وكذلك مشاركتنا في مؤتمر يونخ للامن زيارتنا الى مملكة هولندا تلبية لدعوة من قبل رئيس الوزراء وتأتي في اطار التحول في علاقات العراق من علاقة التحالف الدولي الى العلاقات الثنائية وايضا ضمن سياق بناء الشراكات الاقتصادية مع كل دول العالم هذا المصطلح الذي تبنته الحكومة منذ الايام الاولى الدبلوماسية المنتجة والاتحاد الاوروبي احدى الوجهات المهمة للعراق في اقامة علاقاته في الحكومات السابقة كان هناك شراكة ستراتيجية وقعت بين العراق والاتحاد الاوروبي حكومتنا بدأت بتوقيع شراكات ستراتيجية ثنائية الغطاء الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والتفصيل اللي نحتاجه مع هذه الدولة او تلك في الاتحاد الاوروبي نضع لها اتفاقية شراكة ستراتيجية بدأنا بفرنسا لا تذكرون وقعنا في باريس وقبل شهر خولنا وزير الخارجية يوقع اتفاق اولي للشراكة ستراتيجية مع المملكة المتحدة واثناء زيارة رئيس الوزراء الاسباني الى بغداد وضعنا سقف الى نهاية عام 2024 يتم اقرار الشراكة ستراتيجية بين العراق واسبانيا مع ايطاليا ايضا في زيارتنا الميونخ تم اتفاق على الصيغة النهائية لحل واحدة من الاشكاليات التي كانت تعيق اي تعاون اقتصادي بين العراق وايطاليا وهي مشكلة من عام 1985 تتعلق بأحدى العقود السابقة والتي كانت مشكلة قانونية مالية اقتصادية فنتهيأ للمزيد من تطوير العلاقة مع ايطاليا ومع المانيا اعتقد كنا نذكر انه في زيارتنا الى برلين وقعنا خطة العمل المشتركة وبدأنا الراقب تنفيذها خلال هذه السنة ولله الحمد نفذت بشكل واضح تركت جو من الثقة والشكر للجانب العراقي على الدقة والمتابعة في تنفيذ خطة العمل التي توسعت من مجال التعاون في قطاع الطاقة الى الصحة والى القطاع الصناعي وايضا مقبلين عليه قطاع البترو كيميائيات مع احدى الشركات المهمة في ألمانيا فكان هذا الزيارة مع هولندا ضمن هذا السياق الدول الاتحاد الأوروبي تمتلك مؤهلات كثيرة في الجانب الاقتصادي ونحتاجها لتنفيذ خططنا الإصلاحية خلال زيارتنا الى هولندا لمسنا رغبة جادة في توسيع نطاق العلاقة واتفقنا على تشكيل مجلس مشترك للتعاون هو يكون المظلة بين العراق وهولندا في مختلف الملفات وتنبثق منه لجان واحدة من اهم اللجان لجنة الزراعة والمياه كون هناك خبرة كبيرة تمتلك هولندا في هذا المجال على هامش الزيارة ايضا التقيت باكثر من 40 شركة هولندية واضافة للشركات الكبرى الثلاث شيل وباقي الشركات وضحنا بيئة العمال في العراق التسهيلات الفرص الاستثمارية وكالعادة كان هناك رغبة حقيقية في دخول سوق العمل رغم انه اغلب الشركات تقريبا اكثر من 60% من الحضور هم يعملون في داخل العراق شاركت فيه مؤتمر ميونخ للأمن بنسخته الاخيرة كانت فرصة مهمة للقاء اغلب القادة والمسؤولية الدول الشقيقة والصديقة وايضا قادة الاجهزة الامنية ركزنا في مباحتاتنا هناك على ملف الانتقال بالعلاقة مع التحالف الدولي والحوار الجاري بهذا الشأن وتوجهنا نحو اقامة العلاقات الثنائية ايضا الشراكات الاقتصادية كانت حاضرة وكان هناك لقاء مع بعض الشركات والمؤسسات وايضا موضوع تعاون في استرداد الاموال والمطلوبين في قضايا الفساد مثل ما حصل مع لقاءنا في نائبة المدعي العام الامريكي وكذلك حواراتنا وبواقفنا كانت بشأن القضية الفلسطينية حاضرة لبيان وجهة نظر العراق تجاه هذه القضية العادلة نضال الشعب الفلسطيني وما يرتكب بحقه من جرائم ارتقت ان تكون جرائم ابادة جماعية واكدنا على حقيقة واضحة بدون مجاملة ان المجتمع الدولي فعلا فشل هو ومؤسساته ومنظومة القوانين التي يحملها في الوقوف امام الحجم الجريمة المدمر من قبل سلطات الاحتلال بصراحة وجدنا تفاعل وتفهم والكل يصغي الى وجهة النظر العراقية ويستمع الى قراءتنا للمنطقة وليهذه الاحداث وهي قراءة واقعية وصريحة بدون مجاملة او مواربة اكدنا ايضا موقفنا المبدئي لعدم توسيع ساحة الصراح وان جذر المشكلة هو ما يحصل في غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة ايضا موقفنا في رفض ان يكون العراق ساحة لتصفية الصراعات او لتبادل الرسائل هذا امر مرفوض مصلحة العراق والعراقيين فوق كل اعتبار هذا المشاركة او هذا الحراك بالتأكيد هو يستهدف الدفاع عن مصالح العراق وشعبه ومواقفه الثابتة من القضايا الانسانية وكذلك السعي المستمر في جذب الشركات الكبرى للعمل في العراق واللي تمثل احد متطلبات الاصلاح في برنامجنا الحكومي في يوم سبعة اثنين تم اقرار التقرير السنة الاول للبرنامج الحكومي في جلسة مجلس الوزراء في سبعة اثنين خلال هذه الفترة تم صياخته بالشكل النهائي وحاول انطيكم اجاز سريع لانه تقرير واسع وكل ارقام وتفاصيل يعني حتى تكونون على بينه طبعا راح يكون متاح امامكم بشكل تفصيلي وراح يخضع لي الكثير من النقاش والحوارات على مستوى الوزراء والمستشارين يوضحون بالارقام بكل التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج الذي حرصت الحكومة ان يكون واضح وواقعي وموضوعي وليس مجرد انشائي يذكر فيه انه انجزنا كذا وحققنا الخطوة الفلانية احنا واضحين في برنامجنا يعني اليوم نتحدث عن تقريري يتعلق بالبرنامج الحكومي السنة الاولى بالتأكيد هناك عمل اخر ضمن سياقات عمل الوزارات والمحافظات وكل مؤسسات الدولة لكن ما يتعلق بالتزام الحكومة في البرنامج الحكومي حتى نحافظ على مصداقيتنا مع شعبنا نذكر هذه المفردات البرنامج فيه اجراءات ضمن محاور ووفق مستهدفات كل وزارة نقولها هذه مستهدفات اللي يعدكم شون هي الاجراءات اللي مطلوبة حتى تنفذون هذا تصلون لهذا المستهدف فعدد الاجراءات التنفيذية للبرنامج الحكومي 438 اجراء من اصل 653 لكل البرنامج 278 اجراء عاجل اكو خدمات من التحسين الخدمات هذا ليس ننتظر ان نقول اننا متقيدين بالبرنامج الحكومي لا اكو اجراء خدمة مطلوبة عندنا نفذة فكان امامنا 278 خلال العام الاول 72 اجراء لمعالجة البطالة 36 اجراء لمكافحة الفساد 33 اجراء لدعم الفئات الفقيرة 19 اجراء لاصلاح القطاعات المالية والاقتصادية 1108 نشاط واجراء وزاري على مسار تنفيذ البرنامج الحكومي 307 اجراء نفذته الجهات غير المرتبطة بوزارة في مسار تنفيذ البرنامج الحكومي وكذلك 2326 اجراء نفذته المحافظات ومشاريع المحافظات ضمن اهدافها توزعت بالشكل التالي العدد كلي 8919 مشروع العدد المنجز 4162 مشروع قيد الانجاز 4738 مشروع النسبة الكلية للانجاز وفق المؤشرات اللي امامنا احنا باول جلسة قرأيناها 78 الوزارات قدمت بعض الاجراءات اللي مثبتيها انجزوها فكل وزارة تقول لك انا منفذة هذا الاجراء وضفناها اتعدلت النسبة صارت 80 بالمئة محور الانتخابات ضمن الالتزامات اللي عملت عليها الحكومة محور التشريعات انجزنا اقصد انتخابات مجالس المحافظات محور التشريعات انجزنا اربع تشريعات مهمة 17 مشروع قانون تم احالته الى مجلس النواب 10 تشريعات قيد الانجاز اللي هي النفط والغاز الخدمة المدنية الشراكة بين القطاع العام والخاص قانون المحكمة الاتحادية العليا تعديل المادة 26 من البطاقة الموحدة قانون مجلس الامن القومي قانون المدن الصناعية دعم الشباب العراقي محور الاتفاق السياسي اللي الذي شكل مجبهة لا في دارة الدولة وصوت عليه مجلس النواب كانت عدد الخطوات المنجزة 54 خطوة من اصل 54 خطوة الخطوات قيد الانجاز 27 خطوة احنا حريصين على تنفيذ الالتزام اللي يمثل او يساهم في تعزيز الثقة بين القوة السياسية التي شكلت هذه الحكومة محور الامن انجزنا تسليم الملف الامني الى وزارة الداخلية للمحافظات المثنى الديوانية واسط بابل والنجف الأشرف وذيقار مؤخرا في صلاح الدين في سامر را لكن هذا قبل قرار التقرير الاولويات الخمسة للبرنامج الحكومي اللي هي تقديم الخدمات مكافحة الفقر الحماية الاجتماعية ومعالجة البطالة وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد المالي والإداري والإصلاح الاقتصادي في المصرفي والمالي فريق الجهد الخدمي والهندسي اللي كان اول خطوة قامت به الحكومة في من اولوية الخدمات استمر في اعماله وبدأ ينجز النسبة الأكبر من المشاريع التي بدأها بموازنة بسيطة آليات الصرف وتأخر قرار الموازنة في 2023 ما مكن الجهد أن يستثمر كل ما مخصص إلى اللي هو بحدود 600 ميديار في 2023 قسم منعتها زحفة المشاريع على 2024 لكن بالعموم هذا الفريق تمكن من تقديم خدمات سريعة في مناطق واسعة لحين وصول باقي الخدمات رغم أن هذه المناطق الأهالي ساهموا بشكل واضح في تنفيذ بعض المشاريع الخدمية الجهد قام بتأهيلها وأنجز الشكل النهائي للخدمات وخصوصا الخدمات البلدية القطاع الصحي كان واحد من القطاعات المهمة أنجزنا بعدة مسارات الأول تحسين الخدمات واستكمال مشاريع المستشفيات والثاني تنفيذ قانون الضمان الصحي من المؤمل خلال هذا العام أن يشهد افتتاح مستشفيات جديدة ضمن خطتنا التي سرعنا في التنفيذ وركزنا على المستشفيات التي هي أيضا من المشاريع المتلكية منذ عام 2013 وخصوصا في بغداد تتحنث من المستشفيات لحد الآن السياب في البصرة والحكيم في العمارة ابن البلدي في بغداد تكريت تعليمي في صلاح الدين الرمادي التعليمي الحدباء التخصصي والكاظمية التعليمي لهذا مشاريع التأهيل هدفنا الوصول إلى أكبر طاقة استيعاب سريرية للقطاع الصحي في تاريخ العراق باشرنا في تنفيذ قانون الضمان الصحي افتتاح أكثر من 125 مركز الصحي عام ومتخصص وتجهيزة بالمئات من الأجهزة المتطورة والدقيقة أكملنا كل الإجراءات لإنشاء 15 مستشفى جديد بسعة 100 سرير على مستوى الأقضية في عموم المحافظات وحاليا في طور إكمال الدعوات للشركات المتخصصة المحلية والأجنبية الإنجاز المهم في قطاع الصحة كان أيضا في توطين الصناعة الدوائية نتيجة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات ساهمت في دعم القطاع الخاص الدوائي زيادنا التقسيصات الدوائية في البوازنة بمقدار 300 مليار وصار 1.6 تريليون دينار حتى نغطي احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية برام 680 عقد مع المصانع الأدوية الوطنية ورفع نسبة التوريد المحلي من 144 مليار إلى 323 مليار دينار يعني التعاقدات ارتفعت من 144 إلى 383 هذا كل إنتاج محلي وهنا خطوط إنتاجية قيد التنفيذ سجلنا 285 مستحضر دوائي وطني من إنتاج عراقي تم تأليف المجلس الدوائي من التكامل بين القطاع العام والخاص وأيضا هناك قروض ميسرة للمصانع الدوائية القائمة والعاملة وكذلك توحيد لإجراءات الفحص كثيرة منها الإجراءات التي تتعلق بهذا القطاع وآخرها إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالضمان الصحي محور الخدمات تحدثنا عن فريق الجهد الخدمي تحدثنا عن إكمال المشاريع المتلكية وبدأنا بمشاريع خدمية مهمة تحسن من واقع الخدمات وخصوصا فك الإختناقات المرورية في بغداد والمحافظات في المحافظات أغلب المشاريع الطرق والمجسرات والجسور والأنفاق هي القسم الأكبر هي مشاريع متلكية نطيناها الزخم في التنفيذ حلينا إشكالياتها وبدأت تنطلق في أغلب المحافظات في بغداد كان المشروع واضح بغداد اللي إحنا دائما نقول ماكو مشروع لا جسر ولا مجسرات ولا أنفاق منذ عام 1980 بدأنا في هذه الحزمة الأولى ولله الحمد سوف تشهد الأشهر القادمة افتتاح أغلب هذه المشاريع هناك متابعة دقيقة وأكاد أن أقول يومية لأدق تفاصيل هذه المشاريع لأنه أصبح التحدي أمامنا وأمام المواطن الذي بدأ يتلمس جدية الحكومة وإمكانية شركاتها في التنفيذ وكوادرها الحندسية وأيضاً هي لحل إشكالية الإزدحامات والاختناقات البرورية ورغم أنه أكون معاناة حالياً لدى المواطنين لكن إن شاء الله مؤقتة طبعاً عندنا حزمة ثانية من المشاريع لكن ننتظر الوضع المالي وعلى أساسه يتم إقرار هذه المشاريع في محور الخدمات أيضاً قطع السكن لتصميم الأساس لمدينة بغداد شهد تعديل وفق تغيير استعمالات الأراضي حتى نتمكن من المباشرة بالمدن السكنية الجديدة اللي أعلننا وضعنا حجر الأساس في مدينة الجواهري وبدأنا بتوقيع العقود الأولية لمدينة علي الوردي وحالياً تعمل فرق قانونية وفنية لإكمال متطلبات الإجازة الاستثمارية ومن ثم نضع حجر الأساس لهذا المشروع السكني الكبير في تاريخ الدولة العراقية أكثر من 120 ألف وحدة سكنية الأرض جاهزة وسوف تشهد قريباً إن شاء الله حركة عمل مستمرة لإنجاز هذه المدينة كذلك المدن السكنية الأخرى اكتملت الغزلاني وضفاف كربلة وأيضاً الجنائن الجديدة ومن المؤمل أن نعلن عن العشرة مدن الأخرى مدينة الصدر الجديدة حالياً في طور وتوجيه الدعوات بعدما تم تأهيل الشركات المتخصصة في تنفيذ المشاريع البنى التحتية سوف نوجه الدعوات المباشرة لتنفيذ مشروع البنى التحتية وبعد فترة قليلة جداً سوف نوجه الدعوات لتنفيذ أول عشرة آلاف وحدة سكنية في مدينة الصدر الجديدة التي هي تقريباً وفق التصميم 80 ألف إلى 90 ألف هذه المدينة طبعاً وفق أحدث المواصفات البيئية التصميمية العمرانية وفيها مراعاة لكل الجوانب الذي يتوفر السكن اللائق للمواطنين وأيضاً وفق الرؤية الجديدة يعني ماكو مدينة سكنية نعطيها لمستثمر بدون مقابل مثل ما كان موجود سابقاً كل مدينة راح ناخد نسبة بالتفاوض بين المستثمرين وناخد نسبة من هذه الأراضي الوحدات السكنية نوزعها وفق النظام سوف يعد ويقر لاحقاً مع برنامج إقرار حتى تكون الوحدات السكنية متاحة للمواطنين العبرة أنه نوفر وحدات سكنية الفئات الدخل المتوسط وحتى الفقير تتمكن من الحصول على هذه الوحدة السكنية ما رأي يدني وحدات سكنية بمئات الملايين ويظل المواطنين يتفرج عليها لا عند إمكانية ولا أكو قرض يقدر يغطي هذه الوحدة السكنية اللي موجودة حالياً في بعض المجمعات المعروفة لدى حضراتكم في المحور الخدمات الأبنية المدرسية في هذا العام إن شاء الله اللي هو اسميناه عام الإنجازات ونعي ما نقول عندما نطلق هذه الكلمة هناك إنجاز كبير سوف يكون للمشاريع المدارس خصوصاً مشروع الألف مدرسة الاتفاق العراقي الصيني وكذلك سوف نطلق قريباً نعلن عن إحالة أو الدعوة لتنفيذ أربعمائة مدرسة يعلن عنها صندوق العراق للتنمية وفق رؤية الصندوق اللي تحدثت عنه فيه أكثر من مؤتمر اللي هو شراء الخدمة أيضاً سوف تنفذ من قبل القطاع الخاص بعد ما اختارنا تصاميم جديدة للمدارس وفق أحدث المواصفات ومراعاة لكل الجوانب في 2023 أنجزنا أربعمائة وثلاثة واربعين مبنى مدرسي عام بين مشروع رقم ماحد القديم وبين مشاريعنا الأخرى المتلكية وساهمنا في ترميم ألفين ومية وثمنتعش مبنى مدرسي وتوسعت وإضافة صفوف لثلاثمائة واربع وعشرين مبنى مدرسي محور الخدمات أيضاً للكهرباء الوصول بسقف الإنتاج للطاقة الكهربائية إلى ستة وعشرين ألف ميجاوات افتتاح مشروع تطوير الوحدات الغازية العاملة ونصبت منظومات تبريد بعدد أربعين منظومة وإن شاء الله أكون مرحلة ثانية هذه الضيف طاقة إنتاجية حملة الصيانة المستعجلة عززة القدرة الإنتاجية أيضاً بسبعة ألف ميجاوات فك الإختناقات في قطاع النقل والتوزيع وإنجاز 48 محطة تحويل كهربائية استكمال نصب 79 محطة تانوية ومشاريع الإنتاج سواء كان محطة صلاح الدين الحرارية أيضاً من المشاريع التي شهدت إنجاز خلال هذه الفترة نحن مثل ما ذكرون وقعنا عقود صيانة مع سيمينز وجيي وبدأت يعني الصيف القادم سوف يكون صيانة المحطات من عمل وتنفيذ سيمينز وجيي التي هي أنشأت هذه المحطات الكهرباء سابقاً فإن شاء الله يكون الواقع أفضل بالنسبة لهذه الخدمة عدنا رؤية لتنفيذ محطات الكهرباء إضافية للإنتاج بعد قيد الدراسة لم نعلن عنها وكذلك الطاقة المتجددة أيضاً الطاقة الشمسية هناك طاقة الرياح هناك أكثر من عرض أمامنا سوف يتم البت به قريباً إن شاء الله مكافحة الفقر والرعاية الاجتماعية يمكن كان هذا أوضح محور في عمل الحكومة على مستوى السلة الغذائية واضح كان المشمولين فيها بحدود 7 مليون مواطن السلة الغذائية الخاصة بالمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية طبعاً الإجراءاتنا تستهدف حماية 10 مليون مواطن مصنفين تحت خط الفقر وفق مؤشرات وزارة التخطيط الشمول اللي اتحقق خلال هذا الفترة 818 ألف ومية وأربعة ألف أسرة بالحماية الاجتماعية على ست وجوات وصل العدد الكلي للمشمولين من الأسر والأفراد بالحماية الاجتماعية إلى 2 مليون ومئة ألف أسرة صدرنا خلال هذه الفترة أكثر من 900 ألف بطاقة ذكية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية هذه كلها ضمن إجراءات واسعة على مستوى البحث الاجتماعي اللي يوفر لنا أيضاً كشف المتجاوزين وهذه أيضاً أموال يعاد تخصيصها وشمول المستحقين بدأنا بربط شبكي مع وزارة التربية ومع التعليم العالي حتى نسق في عملية توزيع الإعانة النقدية للطلبة من الأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية تم تخفيض 50% من الأجور الدراسية للكليات المسائية لأبناء العوائل المشمولة بالحماية الاجتماعية خصصنا 100 مليار دينار من القروض لشمول المستفيدين في الحماية الاجتماعية من القادرين على العمل لتقليل نسب الفقر يعني هو مشمول لبراتب الإعانة للحماية الاجتماعية انطينا القروض خليناه ثلاثة شهر يستلم الإعانة حتى يطمئن أنه شغل نفسه وينجح مشروعه وينسحب من الحماية الاجتماعية ويظل يشتغل بالقروض مالتاً لهو المشروع وتكون هناك فرصة لعائلة أخرى لأسرة أو فرد يشمل بالحماية الاجتماعية كذلك شمول دولي عاقة والاحتياجات الخاصة براتب المعين المتفرر وقد جرى شمول 262607 مواطن بالراتب شمول الأطفال من مرضى السكري براتب الرعاية الاجتماعية وكذلك أطلاق خدمة مضلتي بحدود بلغة المبالغ المستردة من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية بحدود 170 مليار دينار بواقع 80 ألف متجاوز كذلك في قانون الموازنة تم إقرار صندوق دعم المحافظات الأكثر فقراً تم تأسيسه خصصنا لمبالغ عدينا النظام تم تعيين رئاسة الصندوق وباشر هذا الصندوق في تحديد المشاريع في المحافظات الأكثر فقراً في أولوية الإصلاح الاقتصادي أكيد الحديث مستمر ومتواصل في أكثر من مناسبة سواء كان على مستوى المجالس الوزارية وما تقوم به من قرارات وكذلك كانت موازنة الثلاث سنوات واحدة من أهم مؤشرات الاستقرار المالي والاقتصادي قرار صندوق تنمية العراق بفكره وفلسفته الجديدة ودفع بتنظيم الوضع المالي للدولة وضبط الأموال في الدولة أنشأنا حساب الخزينة الموحدة لهذا مشروع طال انتظار طيلة سنوات مواصلة الإصلاحات الهيكلية الإدارية وتبسيط الإجراءات الرغواتينية إدامة التحول الرقمي وكذلك توفير الخدمات المتاحة بشكل مباشر للمواطنين وفعلنا الشركة تم تفعيل اللجنة المكلفة بإعادة هيكلة الشركات برئاسة رئيس مجلس الوزراء ونحن بصدد اتخاذ قرارات مهمة في هذا الجانب الذي يمثل صلب الإصلاح الحقيقي للوضع الاقتصادي في الدولة القطاع الخاص هو الشريك الحقيقي للدولة بدأنا بالكثير من الإجراءات والتسهيلات التي نقدمها لعل وضع ضمانات سيادية في قانون موازنة وتقديمها للقطاع الخاص هذه خطوة غير مسبوقة ونحن جاهدون بالاستبرار بها قرارات الحماية المنتجات العراقية مستمرة وكذلك تبسط الإجراءات في مسألة تهيئة بيئة أعمال لعموم المستثمرين قطاع المصرفي قطع نشوط مهم في أن تكون تجارتنا واضحة رغم التحديات التي تظهر بين الحين والآخر لكن نستطيع القول أن كل تجارتنا اليوم تمر عبر المنصة الإلكترونية ومن خلال تدقيق شركة كيتو وبالتالي هناك موثوقية من عملية التحويل المالي ما صدر من قرارات من الخزانة والتي لدينا أكثر من ملاحظة هي قرارات متعلقة بملاحظات على أداء المصارف في الحكومات السابقة وليس الحكومة الحالية هذا بتقاريرهم الرسمية على فترات السابقة وأنما الفترة الحالية كل التعاملات والتحويلات المالية للتجارة العراقية تمر عبر منصة إلكترونية واضحة أمام المؤسسات المالية لهذا اكتسبت هذه العملية الموثوقية وصدرت قرارات إيجابية وفق تقارير من مؤسسات دولية حضراتكم اطلعتوا عليها طبعاً نستمرين في دعم قطعنا المصرفي قطع الخاص وما ممكن نتخلى عنه ونعالج كل الملاحظات في أداءه ونقومه حتى يكون شريك معنا في عملية التنمية منشوده للبلد المكافحة البطالة أعتقد كل ما نتحدث عنه من مشاريع سواء في الاستثمار قطع الخاص هذا كل هذا تصب باتجاه توليد فرص عمل للعاملين خصوصاً وأنه نحن بإقرار قانون الضمان الاجتماعي قاربنا بين الامتيازات وبين الموظفين والعاملين في القطع الحكومي مع العاملين في القطع الخاص فضلاً عن القرارات التي اتخذناها في تثبيت الموظفين في قرارات مجلس الوزراء أو قانون الموازن إجراءات كثيرة يعني ما أريد أطيل التعلق بالعمالة الأجنبية وتأثيرها على فرص العمل أنا مثل ما ذكرت يعني البرنامج الحكومي هو ما يختصر كل أداء الدولة وبرامجها الأخرى التي تأتيها في سياق طبيعي ضمن عمل الوزارة لكننا ركزنا على هذه الأولويات المكافحة الفساد الإداري والمالي قبل فترة أقدم مؤتمر تخصصي حضر الدوائر والهيئات الرقابية واللجنة النزاهة النيابية والسادة القضاة المختصين واستعرضنا بشكل تفصيلي لما أنجز في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي على المستوى الوقائي والردع والإجراءات واسترداد الأموال والمطلوبين وكذلك سلامة الإجراءات والتدقيق الذي يمارس من خلال لجان مختصة نتعامل معها بكل مهنية السمة التي تميز عملية مكافحة الفساد في هذه المرحلة هي أنها إجراءات مهنية تنفذ وفق القانون وبشكل معلن بدون انتقائية أو استهداف أو حسابات سياسية ولله الحمد وهذا هو عام الأساسي في تحقيق النجاح لمواجهة هذه الآفة الخطيرة هذه أغلب نقاط المهمة طبعا هناك مشاريع تنموية ستراتيجية مشروع ميناء الفاو الكبير هو مشروع الحلم للعراق وطريق التنمية هو اللي راح يغير هذا الواقع الاقتصادي نتابع نسب الإنجاز المتصاعدة قبل حوالي شهرين أو ثلاثة يعني ضمن فترة السنة كان هناك رسول تجريبي لأحدى البواخر على الأرصفة في المرحلة الأولى في بناء الفاو وهذه علامة ومؤشر على أن المشروع بدأ يتهيئ للدخول للعمل إن شاء الله كما مخطط في عام 2025 طريق التنمية مستمر النقاشات الفنية يعني نقاشات الفنية بين الدول الراغبة للعمل أما التصميم المصمم لا يشتغل لا يشتغل يشتغل وقاعد يبحث ويهيئ المقاطع الواحد بعد الآخر بحيث رح تجي الشركات من تيد تنفذ كل شيء جاهز لكن هنا حاليا نريد أن نضج الاتفاق النهائي للدول الراغبة بتنفيذ هذا المشروع ثم نبدأ بمراحل التنفيذ الفورية إن شاء الله أيضا واحدة من مشاريع التنموية هو تأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي هذا الصرح الكبير واللي كنا ما مقتنعين بالخدمات اللي تقده بصراحة فحتى نضع على السكة الصحيحة طبعا هنا كانت عندنا أمامنا عروض كثيرة من المستثمرين وشركات لكن لأهمية هذا المرفق احنا ذهبنا إلى الخيارات المطمئنة والصحيحة والدولية المعترف بها الـ IFC هي مؤسسة التمويل للبنج الدولي هي المعنية بمشاريع كبرى وعندها تجارب ناجحة في تأهيل المطارات في دول الجوار لذلك وقعنا معها عقد لإعداد المحفظة الاستثمارية وكان يفترض الأسبوع الماضي يجون يسلموننا الأرض النهائي إن شاء الله قريبا راح يكبلون وينطوننا التقرير النهائي حتى نذهب للتوقيع مع أحدى الشركات العالمية اللي هم راح يرشحوها هم اللي راح يرشحوها يقولون هذه الشركة هذه مواصفاتها هذه تفاصيلها راح تنفذ واحد اثنين ثلاثة والمطار راح يكون بهذه الصيغة وطبعا راح نروح إلى عملية الإدارة التأهيل البناء والتأهيل والتجليل والإدارة اللي يتمكننا من الوصول إلى المطار يكون واجهة حقيقية للعراق فقط أنطيكم رقم للمشاريع المتلكية اللي تم حسمها طبعا من أصل 1453 مشروع متلكة أنجزنا 490 مشروع في هذه الفترة وهذه المشاريع متلكة متوقفة لعدة أسباب من ضمنها أوامر الغيار اللي أنا ذكرتها في بداية حديثي واللي بدأنا نعالج فيها بقرارات من مجلس الوزراء هذه أوامر الغيار جقدمة بعضها يشوفوها بسيطة وبعضها فيها قرارات مهمة لكن البسيط والصعب منعتها هذا هو اللي يطلق المشروع ويعجل بتنفيذه فباقينا 963 مشروع حتى ننهي ملف المشاريع المتلكة إلى غير رجعة على اعتبار أنه إحنا قرارنا كحكومة ماكو مشروع ينفذ في زمن هذه الحكومة ويبقى متلكة لازم نسلمه قبل المدة المخطط لها في العقدة القطاع النفطي اللي هو مصدر الثروة إن شاء الله سيكون لدينا مصادر أخرى للثروة مو فقط النفط يشهد حاليا نهضة حقيقية وأقولها بكل ثقة هذا القطاع المهم والحيوي في العراق لأول مرة في تاريخ هذا القطاع نبدأ بعملية الاستغلال الأمثل لهذه الثروة هذا الغاز الذي كان يحرق اليوم مضعنا الخطط وبدأت المشاريع تنفذ والتعاقدات أنجزت لإنهاء الغاز المصاحب الذي يحرق ويمثل هدر كبير للثروة وبنفس الوقت مصدر أساسي للتلوث البيئي والاحتباس الحراري وتأثيرات السلبية في مدى زمني من ثلاثة إلى خمس سنوات سوف ننهي هذا الملف إن شاء الله ويكون لدينا غاز يمكننا من عدم الحاجة إلى الاستيراد كذلك في مجال المشتقات النفطية نحن أمام منجز مهم في هذا المجال إن شاء الله قريبا سوف نعلن عنه وهذا سوف يمثل نقلة نوعية في تأمين المشتقات النفطية بدلا من الاستيراد بدأنا بالتخطيط منذ فترة منذ بداية عمل الحكومة لتأسيس المشاريع المتكاملة يعني الحقل الذي يتم تطويره بنفس الحقل يكون هناك مشروع مصفة ومشروع استثمار الغاز المصاحب مع النفط ومشروع محطة كهرباء ومشروع بيتروة كيميائيات ومصفة هذا النشروع المتكامل هو الصيغة الأمثل لاستثمار النفط والغاز والمتبع من كثير من دول العالم وحتى في الأخوة أخنين كردستان أيضا واحد من أسباب نجاحهم في تأمين ما يحتاجه انتخبنا تقريبا ستة إلى ثمان مواقع مهمة بدأنا بموقعين قبل جلستين ثلاثة تم إحالة أو البدء بالتفاوض مع شركة جازبروم الروسية وكذلك شركة صينية ومن المهمة أن نستكمل باقي المواقع المهمة حتى نحقق انتقاله كبيره في استثمار النفط وتأمين كل ما يحتاجه السوق العراقية من المشتقات النفطية والبترو كيميائيات وكذلك الطاقة الكهربائية هذا بالتأكيد سوف يوفر فرص عمل فرص عمل كثيرة مباشرة وغير مباشرة اليوم نتكلم عن البترو كيميائيات نحن كان عندنا فقط مشروع النبراس لكنا نأمل أنه ينجز لكن شركة شل انسحبت لأسباب تتعلق بسياستها ليس مثل ما يشاع أنه عدتها ظروف أو أسباب خارج عن هذا الأمر المعلن رسالتهم الرسمية أكدت أنه الإدارة الجديدة بدأت تركز على مشاريع الغاز وليس البترو كيميائيات وعقدنا اجتماع وإن شاء الله راح تختار إحدى الشركات بعد إجراءات فنية تتعلق بخفض حجم المشروع المشروع الآخر أيضا ضمن قطاع النفط وهو مشروع غير مسبوق هو الاستثمار خارج العراق في هذا القطاع مثل ما عملت دول كثيرة في هذا الجانب وهناك فرص يتم دراستها والعداد لها قريبا إن شاء الله هذا يمكننا الحصول على أكثر العوائد مما نصدر النفط الخام في بعض الدول تخطط في سنة 2030-2040 تستغني عن تصدر النفط الخام تعمل مصانع بيترو كيميائيات في دول أخرى العوائد التي تأتي من ذلك أكبر بكثير من عوائد التي نحصل عليها في بيع النفط الخام هذا هو التفكير الستراتيجي للوصول إلى أفضل الاستثمارات التي تمكننا من زيادة إرادات الدولة وتغطية نفقاتنا في الإصلاح الإداري هناك لجنة عليا لعادة هيكلة الجهاز الحكومي تقييم مستمر على مستوى مختلف الدرجات من المدير عام وانتهاءا بالوزير وكذلك الإصلاحات التي في قطاع ضريبة في القمر هذه كلها تشهد حركة وعمل في قطاع الزراعة والمياه بدأ الفلاح يقتنع أنه بدون استخدام تقنات الرأي الحديثة ما ممكن أنه يستمر بالطريقة التقليدية وبدأنا لأول مرة بخطة تجهيز واضحة سواء كان بالتخصيصات التي حاولنا فيها المبالغ الدعم المدخلات بدنا نركز على المخرجات نحافظ على سعر محصول الحنطة اللي نستلمه في موسم الحصات يبقى بهذا الرقم اللي هو أكبر بكثير من سعره مما نستورده ونحول الدعم إلى دعمه في مسألة حصوله على المرشات وقعد عقد مؤخراً وزارة الزراعة مع شركة باور النمساوية ووزارة الصناعة أيضاً تجهز جزء من احتياج المزارعين المستحقات الفلاحين كانت واحدة من المؤشرات الإيجابية في هذا الموسم الفات وإن شاء الله الموسم القادم يبشر بالخير المياه الموقف جيد ولله الحمد الله سبحانه وتعالى أنام علينا بموسم أنطار وأغلب هذه المياه يتم الاستفادة منها بشكل علمي ودقيق من خلال ملاكات وزارة الموارد المائية قطاع التربية والتعليم تقريباً هذا العام سوف يتم استكمال مشروع رقم واحد للأمنية المدرسية هذا المشروع الذي يتأخر من سنة 2011 و12 لحد الآن بدأنا بإجراءات إرسال خمسة آلاف مبتعث للحصول على الشهادات العلية وأيضاً هناك مدارس على مستوى البنك الدولي والقرض الكوري بحدود 60 مدرسة ومثل ما ذكرت صندوق التنمية تهيئة التي هي مشروع المدارس في مجال الأمن والدفاع بدأنا بمشروع متكامل لتحسين الجانب التسليحي بما يتلاءم مع المرحلة القادمة من حيث استلام أو استلام الملف الأمن بشكل كامل يعني نقصد إنهاء تواجد التحالف الدولي يجب أن تكون قدراتنا التسليحية المتنوعة هي الضمان لجاهزية قواتنا الأمنية لمختلف التحديات اكتفي بهذه الخلاصة التقرير واسع إن شاء الله سيكون متاح أمامكم بشكل مفصل حتى تتمكنوا من الإطلاع عليه وأيضا نتوجهون التساؤلات ليس شرطة في هذه المناسبة في أي وقت حتى نوضح طبيعة هذه الإجراء وبإمكانكم من خلال الصحافة والأسرة الإعلامية المهنية التي هي سند للدولة في رصد الواقع وتقييمه بالتأكيد تأشرون أين هذا المنجز كيف تحقق شن الخلل مستوى الانحراف هذه هي المسؤولية التضامنية لخدمة بلدنا وشعبنا العزيز شكرا جزيلا بسئلات الأخوة شكرا جزيلا فاروق صالح مراسل قناة السومرية تحدثتم عن إنجاز مشاريع ضخمة لفك الاختناقات في العاصمة وبقية المحافظات منها مشاريع جديدة تنفذ في العاصمة وفي بقية المحافظات ومنها أشارتم أنها مشاريع قديمة ولكنها كانت متلكية وهي تلكأت بالتأكيد بفعل الفساد نسأل عن دور الحكومة في متابعة تنفيذ هذه المشاريع وإمكانية إبعادها عن محاولات أو ربما تكون هناك محاولات لإدخالها في دائرة الفساد ماذا تفعل الحكومة لمنع ذلك نعم أنا أتفق معاك هو التهديد الحقيقي هو الفساد الذي يهدد المشاريع وكل البرامج والخطط لكننا تعاملنا بخارطة طريق تبدأ من الدراسة الدقيقة للمشروع من الجدوى الفنية والاقتصادية والتصميم حتى نوعية المشروع يعني أكوف التفاصيل الفنية كانت واحدة من الأسباب التي يدخل المشروع في دهليز من التعطيل ويستفاد من عد الفاسدين على جناها هذه وتشوف أكون سيابية في المشاريع الجديدة أي ملاحظات تطرأ على أي مشروع يتم التعامل معها بمهنية من خلال لجان مختصة في مكتبنا أيضاً لدى الأجهزة الرقابية هي النزاهة أو ديوان الرقابة المالية الاتحادي ونتحقق من عدها ونأشر هذه الملاحظات ونعالجها أو ما نتهاون مع أي مسؤول يرتكب خلل في هذا الأمر المشاريع التنفذ في العاصمة يمكن المشروع الأبرس هو فك الإختناقات هذه الجسور والمجسرات والأنفاق جسور على نهر دجلة رح تصير ثلاثة هذه كلها تتابع بعدة مستوات سواء كان داخل وزارة أو خارج الوزارة من فرق المتابعة التي موجودة في مكتبنا وأيضاً الجهات الرقابية بدءاً من لجنة الخدمات النيابية التي تتواصل معنا أول بأول وباقي اللجان قدر تعلق الأمر به نعم قاعد يتحمل المواطن معاناة نعتذر من هذا الشيء لكن هو الهدف إنهاء أزمة الاستحامات وإن شاء الله مثل ما ذكرت هذه السنة سوف تشهد إنجاز النسبة الأكبر من هذه المشاريع إن شاء الله محمد سعد مراسل قناة الشرقية الحديث عن إنهاء الوجود الأجنبي وتحديداً البنتاجون يقول أن المحادثات الحالية لا تتعلق بانسحاب قواتها نعم أعتقد هذا الأمر صار فيه أكثر من تصريح وفعلاً أربك الرأي العام يعني بعض المتحدثين باسم البنتاجون لكن الصورة الأبرز الواحة أمام الجميع أنه هناك حكومة رسمية تعلن بشكل واضح وصريح أنه تلقينا خطاب رسمي من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالموافقة على طلبنا طلب الحكومة في البدء بتنفيذ ما توصلنا إليه في اجتماع وفدنا الذي ذهب إلى الولايات المتحدة في آب 2023 نحن نتحدث عن وقاع وليس نتحدث تصريحات وفي وقتها كان هناك إعلان تشكيل لجنة ثنائية عسكرية عليا بدأت هذه الاجتماعات وأكدوها كل المسؤولين يمكن كان آخر لقاء مع السيدة نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والذي ناولنا أيضاً هذا الموضوع وذكرت أنه اجتماعات اللجنة العسكرية العليا فهذا الأمر لا يمكن إخفاهه أو التنصل عنه نحن كلامنا واضح مبررات وجود التحالف الدولي في عام 2014 اليوم في 2024 انتهت وضع مستقر داعش لا يشكل تهديد على أمن الدولة قدرات وجهوزية قواتنا الأمنية ولله الحمد في أفضل حالاته قبل أسبوعين أنا على الحدود العراقية السورية سألت أحد الضباط قال لي هذه المناطق مواصلينها حتى قبل 2003 قبل 2003 مواصلينها الآن إحنا موجودين فيها وأبنائنا الأبطال من مختلف الأجهزة الأمنية يتواجدون ويقطعون الطريق على أي تحرف لداعش إذن لا يوجد تهديد جاهزية وقدرات وإمكانيات لا يوجد داعي بعد الوجود التحالف الدولي لا يوجد 86 دولة موجودة في العراق و25 دولة مستشارية نحن نريد مبررات لعدم إثارة التأثير على الأمن والاستقرار وأيضا نريد ننتقل إلى أفق جديد مرحلة جديدة مع دول التحالف الدولي يهم العراق لله الحمد متعافي يأخذ دوره طبيعي يستثمر إمكانياته موارده وبالتالي لا يحتاج إلى هذه الصفة التحالف الدولي موجود في العراق لمحاربة داعش داعش انتهت إلى غير رجعة والعراقيين قبل الأجهزة الأمنية هم اللي يؤكفون بجة داعش رعاة الأغنام في الجزيرة في الموصل هم اللي قاتلوا داعش قبل أن نقوم الأجهزة الأمنية هذه هي القوة الحقيقية اللي نتلكها ونتحدث عنها بثقة وكان كلامنا واضح وصريح مع أصدقائنا في التحالف الدولي ونحن جادين أن ننتقل معهم إلى علاقة ثنائية مثل ما موجود مع باقي دول المنطقة عندكم علاقات ثنائية مع سين وصاد في المنطقة طيب ليش ما يصير علاقة ثنائية وفي كل المجالات بما فيها المجال الأمنية أما التحالف الدولي لا يحتاج التحالف الدولي هذه الرؤية واضحة وكلامنا واضح وصريح والاجتماعات مستمرة يوم الأحد الأثنين الثلاثة ثلاثة اجتماعات للمجامع الثلاثة المشكلة بموجب النقاط المتفق عليها والاجتماعات الخيرة حضرها التحالف الدولي يعني ليس فقط الموثلي الجانب الأمريكي حتى يكون واضح أن هذه الرسالة أن التحالف الدولي الآن يجلس في حوار مع الحكومة العراقية من خلال المسؤولين العسكريين العراقيين يتحاورون على العناوين الثلاثة التي تتعلق بتقييم خطر داعش والظروف العملياتية وكذلك قدرات وقابليات الأجهزة الأمنية علي الجعفيري مراسل قناة الجنوب الفضائية كما تعلم دولة الرئيس وكما يعلم الجميع إن لميناء الفاو مردود اقتصادي كبير للعراق وخاصة لمحافظة البصرة هل سنشاهدكم تفتتحونه فعلاً في الموعد الذي حدت وهل توجد معوقات تعيق العمل في هذا المشروع شكراً جزيلاً ميناء الفاو هو هدف أساسي للحكومة في إكمال مشاريع الخمسة المحالة على شركة دايو نتابع الموقف الموقف جيد قياساً للمخطط هناك كاميرا موجودة في قصر الزقورة في كل موقع في ميناء الفاو ونتابع إضافة إلى زياراتنا والوزارة والجهات القطاعية أنا ذكرت هدف الحكومة من تنفيذ ميناء الفاو هذا سوف يحقق نقلة نوعية اقتصادية للعراق عراق جديد سوف يكون من خلال ميناء الفاو وطريق التنمية إن شاء الله وفق ما مخطط بعد منتصف خمسة وعشرين سوف يتم إكمال المرحلة الأولى من الأرصفة والمشاريع المتعلقة بها ما رح ننتظر المنتصف خمسة وعشرين الآن نعمل بهدوء كالمعتاد إلى أن ينجز سوف نعلن أن المرحلة المهمة لإكمال المتبق من أعمال بسيطة في داخل الميناء مع الإدارة والتشغيل هذا المرفق إن شاء الله غريبا نبشركم شكرا دولة الرئيس وسامن ملة وكالة الأنباء العراقية دولة الرئيس على الرغم من تصويت مجلس الوزراء ومجلس النواب على مغازنة ثلاثية لماذا الحكومة لحد الآن الشهر الثاني لم ترسل الجداول إلى مجلس النواب على رغم وجود التغييرات كما صرحت الحكومة وماذا عن الأمر الديواني الخاص بتعديل سنة من الرواتب شكرا شكرا جزيلا الموازن لثلاث سنوات لا لدينا أي مشكلة حاليا لا لدينا صرف واحد على 12 الصرف مستمر من شهر الواحد جداول 24 نعم القانون واضح يلزم الحكومة رسالة جداول على ضوء تقديرات الإرادات والإنفاق اللي يحصل حاليا هو تدقيق هذه الإرادات وما مطلوب من إنفاق تعرف في الثلاثة وعشرين كان عندنا عجز يعني تجاوز الستين تريليون في الثلاثة وعشرين وهذا العجز يعني واجهناه بإجراءات وبعناية تامة بحيث ما نوصل إلى الاقتراب والحمد لله تمكننا من تجاوز الثلاثة وعشرين لكن حجم الإنفاق التشغيلي ما أخفيك ارتفع بشكل كبير بسبب عدة قرارات اتخذت وكان واحد من عندها الدرجات الدرجات التي ثبتناها في وقتها حسبنا ستة أشهر في الأربع وعشرين لازم نحسب أطنع الشهر أيضا الدرجات التي أضيفت من قبل مجلس النواب كذلك المشاريع الجديدة الأخرى هذه كلها حزمة متكاملة حال إكمالها إن شاء الله سوف يعد الجدول ويرسل إلى مجلس النواب الموقر لجنة المادة 24 سلم الرواتب نذكرنا فيها أكثر من مناسبة لجنة أكملت مهامها وانطتنا تقرير أولي في هذا التقرير علينا أن نلغي 34 بين قانون وقرار خاص بمنح مخصصات للموظفين 34 نوع من المخصصات يتقاضى موظفي الدولة بمختلف الوزارات قسم إنعتها مقر بموجب قانون والقسم الآخر بموجب قرارات لمجلس الوزراء هذا بالتأكيد يراد لدراسة ويراد لعملية بحث حتى ما نمس رواتب الموظفين بشكل عام نعم أنا مع العدالة مع العدالة في توزيع الرواتب لذلك احنا اتخذنا قرار بزيادة مخصصات الحدود الدنيا يعني ما معقوله هذا نطلب من عنده ينتظر ويصبر بينما احنا نوصل لهذه الدراسة وهذه فقلنا خلنا ننطي 50% لحين ما نحسم هذا الموضوع توحيج سلة من الرواتب وأيضا شملنا المتقاعدين كذلك كانت كان قرار مهم لرواتب الأوصلاء والورثة حتى نمكنهم من مواجهة الظروف المعيشية شكرا بسعى الخير حيدر الشيخ مراسل وكالا شفق نيوز في اواخر عام 2023 كانت هناك زيارات من حكومة اقليم كردستان إلى بغداد لتعديل بعض مواد قانون الموازنة إلى مواد 11 و12 و13 حتى ولكن تأخر تأخر ذلك إلى أشهر عدة إضافة لذلك هل سيتم تعديل قانون الموازنة كما تم التفاق عليه بين بغداد وأردبيل وشكرا الموازنة لثلاث سنوات فيها بنوت نصوص مهمة النصوص التي تتعلق بالإقليم وخصوصا كلفة إنتاج النفط التي حددها قانون الموازنة بأن نذهب إلى المعدل الوطني هذا النص استدامنا عندما أردنا أن نحدد كلفة إنتاج البرميل بالنسبة للنفط المنتج وفق العقود المبرمة بين حكومة إقليم كردستان والشركات الأجنبية الكلف التي ضمن هذه العقود أكبر من كلفة المعدل الوطني فالحكومة لا تستطيع تدفع هذه الكلفة هذا واحد والشركات لا تستطيع تشتغل وتنتج نفط لأنك تضطيها كلفة أقل فتوقف إنتاج النفط من الأقليم هذا الأمر يحتاج لأما تعديل قانون الموازنة أو تعديل العقود وهذا ما يتم بحثه حاليا أما عملية تمويل حكومة إقليم كردستان باستحقاقها من الموازنة فمستمر وإنسيابي ولا توجد أي مشكلة وأعتقد التمويل جرى لشهر كانون الثاني وفق قانون الموازنة وسوف يستمر بكل إنسيابية بالتأكيد الأخوة في حكومة الأقليم على درجة من الحرص أن يوظفون هذه التخصيصات لسيد الرواتب الموظفين والمتقاعدين كأولوية كما نص عليه القانون شكرا جزيلا لكم